الترخيص باستراد السيارات الأقل من خمسة سنوات كان مطلبا مهما لدى ممثلي الشعب حيث انصبت على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في أول يوم من عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 حول ملف استراد السيارات المستعملة والجديدة مطالبين بتخفيف الرسوم ومنح المواطنين إعفاءات جديدة وإتاحة استراد المركبات الأقل من خمسة سنوات بدل ثلاثة سنوات وحافلات أقل من عشرة سنوات مع منح ضمانات لحماية مدخرات الخزينة والسبب اللي خل البرامانيون يديروا مداخلات على قانون استراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاثة سنوات هو أن سعر هذه السيارات مرتفع جدا يصل إلى حدود 15 ألف دولار لذلك لابد من إتاحة استراد السيارات الأقل من خمسة سنوات وزادوا طلبوا هذا البرامانيون باقتراحات لتخفيف الرسوم الاستراد السيارات والحافلات المستعملة ولكن بعض النواب معجبهمش هذا التدخل وقالوا أن السيارات الأقل من خمسة سنوات خردة وأنا نقولكم من هذا المنبر من غير المعقول قول بأن المركبات الأقل من خمسة سنوات خردة في حال مقارنتها بما هو موجود حاليا في الحاضرة الوطنية وفي الأخير أخي المواطن هذه مجرد مداخلة ممكن يوافقه لها ممكن لا وما تنساش تشاركنا رايك واشراك معه أو ضد السيارات الأقل من خمسة سنوات سلام